شاركت الفنانة سيرين عبد النور في احتفالية أقيمت في أحدى الكنائس في لبنان وكشفت عن معجزة حصلت لها بسبب سوع المسيح وقالت أنها كانت تعاني من أزمة صحية شديدة حيث عانت من صعوبة في التنفس استمرت لشهرين وكانت تتلقى فيها العلاج ولكن دون أي تقدم يذكر وقالت سيرين خلال تواجدها في الكنيسة صار معي مرض وانغلق مجرى الهوى ولم أعد قادر على التنفس بالصباح وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة فتحت الانجيل وطلعت لمعجزة المسيح مع المرأة الناسفة وأوضحت سيرين أن أغلقت الانجيل وقالت أنها تريد أن يكون عندها إيمان للمرأة النازفة وستعتبر أن يسوع سيشفيها ونامت وحلمت بيسوع وهو يشفيها وبالفعل في اليوم التالي أصبح تنفسها جيدا وقالت أغلقت الانجيل وقلت ليسوع لأعتبر حالي عندي إيمان للمرأة الناسفة وعندي مرض ورح أمد إيدي واعتبر أنك رح تشفيني بالهواء من ردائك وحتى أثبت لك سأرمي الأدوية بالزبالة واعتبر كوب الماء هو الذي ستشفيني به وأضافت قال لي يسوع يسرين عطني إيدك ومسك إيدي وعلها لفوق وقال تذكر أني طول الوقت ماسك إيدك لكن ما بتشوفيني تاني نهار وعيت ما فيني شي وكتبت نفس عادي وعرفت أن يسوع شفاني يذكر أن سرين عبد النور طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان هزهزة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيا وتوسيع كينك وأخراج إلي فهد وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر